دكتور أسامة إحنا في انتظار موضوع الحوار الوطني الحوار الوطني قاطعنا حيبقى شيء مهم جدا جدا من وجهة نظرك ككاتب سياسي مقاومات هذا الحوار إيه؟ عناصره إيه؟ أهم نقاطه هو إيجاد مجموعة من القضايا الأساسية والأولويات اللي المصريين لازم يتوافقوا عليها مثل؟ يعني مثلا إيه هي أولويات المرحلة القادمة؟ وهذا بالك هذه مسألة لازم فيها نسمع رأيي الناس عايزة تقول إيه؟ وفي ناس بتشوف أولويات معينة في ناس بترى أولويات أخرى على سبيل المثال لو أنت سألتيني أي أنت أسامة الغزالين بتعتقد ما هي أولويات المرحلة القادمة؟ أنا عايزة أقول أنه بعد فترة من إنجاز كثير جدا من مشروعات البنية الأساسية والمتطلبات الأساسية لإعداد الدولة للمستقبل دلوقتي نحتاج مثلا إلى الاستثمار جذب أكبر عدد من الاستثمار الأجنبي استثمار الأجنبي طبعا لا مش كل أنواق كل أنواق الاستثمار كل يعني الاستثمار في الصناعة استثمار في الزراعة الاستثمار في الخدمات مصر محتاجة أن هي أن اقتصادها ينمو يعني استثمار من الخارج الاستثمار من الخارج ما الداخل طبعا 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 الاستثمار نمرت اتنين يعني إذن تنمية الاستثمار وتشجيع الاستثمار تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي يعني مثلا من ضمن القضايا الكلاسيكية الغادة في الوقت يحدي بنقولها وده ما بنعيد فيها معوقات الاستثمار دي كلمة احنا حفظنها وممكن تلاقي عشرات من المقالات مكتوبة من خمسين وستين سنة معوقات الاستثمار في مصر يعني أهل الأوان لمواجه تلك المعوقات المعوقات دي يعني مستحيلة لقابتها فلازم مثلا يبقى فيه وفجادة مع معوقات الاستثمار في مصر واخد بالك مثلا منتكلم عن إصلاح التعليم لازم تبقى أساسية جدا وفي المقدمة واخد بالك نمر الثلاثة مش عيب أبدا أن احنا نسترشد بخبرات الآخرين وب يعني منجزاتهم في هذه المجالات يعني مثلا نسمع عن النهضة العظيمة اللي حصلت في كوريا الجنوبية اللي هي كانت في الحقيقة من 30-40 سنة يعني ما عملتش حالة دعوة كوريا في السماء دلوقتي واخد بالك من يتعلم من كوريا الجنوبية آه كوريا ركزت تركيز أساسي على التعليم سنغفورة سنغفورة دي مصر والد إنها صوهيرة كده يعني ما هيش دات قيمة كبيرة كادت في العالم ودلوقتي تعتبر من أكثر الاقتصاديات نموا مثلا تجربة فنلندا مع التعليم تجربة فنلندا من أكبر التجارب في العالم كله لجب ان احنا نهتم طب ليه ايه قيمة الحكاية دي ببساطة شديدة لإن التعليم معنانك بتستثماري في أهم مقاست عندك وهو البشر ولما استثمر ببشر طلع علماء وطلع مهندسين وطلع عمال وطلع يعملوا كل حاجة هم دول اللي هيطلعوا الثار يعني فكرة التعليم الاهتمام بالتعليم إذن التعليم بلا شك لابد أن يكون فيه نوع من التركيز عليه مهدبالك وخصوصا أنه أكتر مجال أنا أدعي أن الأسرة المصرية الآن تعاني منه هو التعليم طبعا ما احترمنا الوزير التعليم إنما قطعا للوقت فيما عدا التعليم الذي تحصو علي الفئات المتميزة في المجتمع طبعا في حوالي 3-4-5 مئة المصريين بيتعليموا تعليم راقي جدا في المدارس الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية أنا أنا حافظتي لتني بيتعليموا في مدارس الإنجليزي بس مش هو ده أنا ما بكلمش عن دول أنا بتكلم عن الغالبية العظمة والمصريين المصري العادي اللي بودوا أولادي يتعلموا في المدارس الأميرية يعني فكرة التعليم حقيقة بتتكلم عن المدارس مش بس كده يا دورية عايز أقولك حاجة تانية إحنا بنقول أن نتعري في مصر مجاني ومع ذلك أنا أدعي أن الأسرة المصرية تنفق على التعليم أكبر بكثير من أي مصروفات ممكن تعمل حنتكلم بقى عن الإنفاق على الدروس الخصوصية الدروس الخصوصية دي كارثة الكوارث الأطفال غير دلوقتي بيروقوا فيه ونقول هذا الكلام عشان يسمعوا زي للتعليم الأطفال غير دلوقتي يروحوا أو التلاميذ يعني يروحوا في مدرسة ابتدائية أو إعدادية أو سنوي بيحضروا أول حصة في أول السنة وبعد كي يتوزعوا على الدروس وعلى السناتر دي الحقيقة المرة اللي بتصفعنا جميعا كل سنة ولابد من مواجهتها الحقيقة وهذه لم تواجه حتى الآن بجاية شكل جاد طيب هذا عن التعليم الأولي ماذا عن التعليم الجامعي؟ التعليم الجامعي دي شهرات تانية خلص بقى التعليم الجامعي دلوقتي المشكلة الأساسية فيه دلوقتي أنا في تقديري الاهتمام أو التوجه المبالغ فيه إلى الجامعات غير الحكومية أنا ما عنديش معنى من الجامعات اللي هي غير الحكومية بس فيه نوع منها التعليم الدولي في التعليم الخاص الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية أنا ما كوي عن الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة دي كارثة حقيقية الجامعات العالية زي إيه؟ زي الجامعة اليمنية، الجامعة الزويل، واخد بالك لأن الأصل في التعليم أن يكون تعليم عام، واخد بالك وأن يكون تعليم مش بهدف الربح التعليم اللي هو طب تلك الجامعات بمصاريف؟ لا، فارق بين أن واحد يفتح جامعة عشان ياخد فيه المصاريف، وواحد يدفع ما بياخده المصاريف عشان يغطي نفقات التعليم وحاجة تانية خالص، طب ما هو الجامعة المصرية؟ ممكن تاخد شوية مصاريف، آه بس ما ياشج جامعة خاصة خد بالك التفريقة واضحة جدا بين التعليم الجامعة الخاصة والجامعة الأهلية الجامعة المصرية نشأت كجامعة أهلية صحيبة يتبع الحكومة دي كده إنما ناشج جامعة ومعظم جامعات العالم المحترمة ممكن أسميها أنها جامعات أهلية بالمعنى الدقيق للكلمة زي جامعة أكسفورد، جامعة هارفورد لكل جامعات مؤسسات لها تمويلها الخاص طب في موضوع التعليم في الجامعات على سبيل التحديد، حيك عندك فكر عن البعثات الأجنبية اللي كانت موجودة في الجامعات بشكل مكسف؟ أنا بصي أم أقدرش أقول، ألا أداعي إن أنا عندي فكرة دلوقتي كويسة إنما اللي عرفوا زمان إن قطعا لما كان في الجامعة المصرية مثلا كانت الجامعات المصرية بترسل أبنائها للتعليم في بعثات تبع الدولة في أحسن جامعات العالم وهم دولة من يتخرجوا في مصر، يعني خرجوا في مصر أفضل أساتذة الجامعات حتى الآن هل هذا الكلام بيحصل؟ دلوقتي ما عنديش فكرة، ما ظهرش أداعي إن أنا أعرف إنما قطعا هذه السياسة أساسية منذ أن أرسل محمد علي البعثات للتعليم للخارج حتى الآن الناس تطلع بره وهو إيه عندك أنت؟ إيه سبب مثلا ارتفاع مستوى التعليم الطبي في مصر؟ حتى الآن الحمد لله نتيجة أنه الناس بتروح تتعلم بره وبتيجي بالدكتورات من بره وأهم حاجة من كده كما أنهم بتعلموا اللغة الإنجليزية وبالتالي قادرين على التفاعل باستمرار مع التقدم العلمي في العالم